يا أهلا بكم ومرحبا سعيد جدا بلقائكم التواصلي معكم مرة جديدة مع عالم الذكاء الاصطناعي في هذه الحلقة أحب أن أتقاسم معكم موقعنا رائعا جدا من مواقع الذكاء الاصطناعي دعا عنك جميع المواقع التي سبق وأن تقاسمتها معكم هذا الموقع ظهر قبل أسبوعين إلى ثلاث أسابيع لم أستطع أن أتقاسم معكم حينها لسبب أنه حتى تمتلك التجربة الكاملة على هذا الموقع يجب أن تكون في دولة أخرى غير المغرب هذا الموقع الحد الآن في المغرب لا يسمح لك بأن تحصل على العضوية الكاملة أو البلاس بينما يمكن أن يعطيك تجربة مجانية محدودة جدا متواضعة حتى تحصل على تجربة كاملة واستعمال لجميع الأدوات الموجودة في هذا الموقع يعطيك إمكانية أن ترسل الرابط إلى أحد الأصدقاء فتحصل أنت على شهر بعضوية بريميوم بلاس تحصل عليها مجانا ويحصل عليها من أرسلت إليه الرابط وقام بتسجيل شهر مجاني إلى غاية عشرين شهر بمعنى أنت يمكن أن ترسل الرابط إلى عشرين شخصا فيقومون بتسجيل في الموقع يحصلون جميعهم على عشرين كل واحد منهم على شهر وتحصل أنت بالنتيجة على عشرين شهر مجاني بعدها تقوم بإنشاء حساب آخر وترسل الروابط إلى عشرين آخرين فتحصل على عشرين شهر آخر ويمكن أن تجعل هذا الموقع مجاني بشكل دائم مع أن العضوية فيه يجب أن تدفع مقابل تسعة عشر دولار كرسوم شهرية للحصول على خدماته التي أنا شخصيا وجدتها خدمة في قمة الجودة وقمة الوظيفية لديها خدمة وظيفية جدا سنرى ذلك في التفاصيل أعتدر لأن الفيديو قد يكون المقدمة كانت طويلة نوعا ما بالنسبة للإخوة الذين يسألون عن الروابط لا يجدونها في الوصف مع أنني أقول أن الروابط دائما موجودة في الوصف للأسف اليوتيوب الآن إدارة اليوتيوب تقوم بمسح أو إزالة الروابط من الوصف لذلك أنا أتعمد القيام بالزوم أثناء تسجيل الحلقة على الرابط هنا في الأعلى ومع ذلك سأضع الروابط في الوصف إذا قام اليوتيوب بإزالتها فلا قدرة لفي إعادتها بطريقة أخرى أعتدر على ذلك هذا الموقع الذي سنذهب إليه هو جينس بارك للحصول على تلك العضوية قبل الدخول في الوظائف طبعا أنا عندما سأضغط على مي أو مو هنا ستلاحظون أن لدي هنا عضوية بلاس أو عضوية مدفوعة بمعنى أنني عضوية كاملة في هذا الموقع للحصول على عضوية بلاس وليس العضوية المجانية التي تعطي خدمات متواضعة جدا يعطيك إمكانية انفيتي دي زامي ترسل طالبية إرسال الرابط سأضغط جيد يعطيني هذا الرابط سأقوم بنسخ هذا الرابط وأرسله إلى شخص ما أقوم بتسجيل في الموقع بطريقة عادية لكن عندما ستريد وأنت إذا كنت في المغرب أو أي دولة أخرى ليس في هذه الخدمة حتى الآن عندما ستريد تسجيل داخل هذا الموقع حتى تسجيل مجاني العادي سيطلب منك رقم هاتف عندما تعطيه رقم هاتف مغربي لن يقبل سيقول أن هذه الخدمة غير متوفرة في المغرب لذلك أنا سأقترح عليكم طريقة وهذا الذي أخر عملية تقسم هذا الموقع معكم حتى أجد طريقة بها أتمكن من تسجيل الدخول على هذا الموقع وإرسال الروابط إلى أشخاص آخرين في المغرب يقومون بتسجيل فأستفيد أنا بالعضوية الكاملة طريقة ذلك سأتقسمها معكم الآن كل ما عليك هو الذهب إلى جوجل وفي شريط البحث تكتب هذه الجملة Free Online SMS تضغط Enter ثم تختار أول رابط Receive SMS Online سواء أردت القيام بتسجيل الدخول على هذا الموقع أو لا ستنزل إلى الأسفل وتقوم باختيار أي رقم هاتفي هنا في الأسفل سأختار مثلا هذا الرقم الهاتفي سأضغط Open في كندا سترى إن كانت هناك تصل إليه بعض الأكواد هنا للتفعيل في الدقائق الأخيرة مثلا هنا 18 ثانية بمعنى هذا الموقع أو هذا الهاتف يشتغل بشكل جيد لأنه توجد أكواد verification موجودة عليه لأشخاص آخرين طبعا فتقوم بأخذ هذا الرابط هذا الهاتف وعندما ستذهب إلى جينس بارك وتريد تسجيل الدخول عليه سيطلب منك رقم هاتف عندما تضع رقم مغربي لن يقبله ستضع هذا الرقم الأجنبي بدل الرقم المغربي فسيرسل لك كود تفعيل الدخول إلى هذا الموقع على هذا الهاتف ستقوم بالضغط بعد إرسال بعد إدخال الرقم الهاتفي هنا تعود إلى موقع الاسمس وتقوم بالضغط على update message فستجد أن جينس بارك أرسل إليك في هذا المكان كود التفعيل كما هو الحل فيه بالنسبة كود تفعيل مثل هذا الكود كما هو الحل بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين يستعملوا هذا الموقع بشكل دائم و24 ساعة على 24 انتهت تقسمت معكم طريقة تجاوز مشكل عدم اشتغال هذا الموقع في المغرب وربما هناك دول أخرى للسؤال الآن سنعود إلى الموقع الخدمات التي يقدموا هذا الموقع سنضغط هنا في شط أو سنذهب إلى toolization هذا الموقع يشتغل بطريقة جديدة التي يشتغل بها الدكالي استنعوا هي الاجنت أو الخوادم بمعنى بدل أن تقوم أنت بالبحث والتنقيب عن المعلومات على شبكة الانترنت وتجميعها وفلترتها وترتيبها وتم الاشتغال بها هذا الموقع هذا الخادم سيقوم بهذا العمل الجبار الذي سيحتاج منك إلى مجهود كبير إلى وقت طويل سيقوم به في ما بين 20 إلى 30 دقيق مثلا أقصد هنا deep أو deep research أما بالنسبة لباقي الخدمات فهي معروفة وسأتقسمها معكم في هذه الحلقة التي أكرر اعتداري لأنها ستكون نوعا ما طويلة حتى أوضح أمر بشموليته أني شاهدت فيديوهات لم تعطي هذا الموقع حقه الآن لديك رغبة في شط مثل شط جي بي تي أو ديب سيك أو غيرها من المواقع التي اعتدت على التواصل مع الدكاء الإصطناعي لإيجاد حلول المشاكل التي تعاني منها ستضغط هنا وستضغط في هذا المتلة الصغير هنا وتقوم باختيار mixture of agent بمعنى عندما سترسل إليه بطلبية هنا عن أي شيء تريد الاستعانة بالدكاء الإصطناعي في حلها أو القيمة به هنا سيقوم هذا الموقع باختيار أو بالتعامل مع جميع هذه المواقع المشهورة مواقع الدكاء الإصطناعي وسيرى أيها سيعطيك نتائج أفضل بمعنى وسيرسل طلبية إلى جميع هذه المواقع والطلبية التي سيحصل منها على إجابة أفضل بالنسبة لك هي التي سيعطيك إياها أما إذا كنت أنت تريد أن تختار نموذج معين من نماذج الدكاء الإصطناعي لكي تشتغل عليه من خلال هذا الموقع مثلا جي بيتي أربعة أو زيرو وان أو زيرو ثري ميني أو كلود الذي ظهر مؤخرا ثري باونت سيفن يكفي أن تقوم باختياره فلن يلجأ إلى باقي المواقع سيرسل الطلبية مباشرة إلى هذا الموقع وكأنك تشتغل عليه مباشرة هذا بالنسبة للشات أو البوت العادي لكن خدماته كثيرة هذا الموقع سنذهب إلى سوديو إيماج تريد إنتاج صورة توليد صورة بدك الإصطناعي مستقبلا حتى توليد الفيديو يكفي الضغط على جينير إيماج باللغة الفرنسية هنا بعض الأدوات الأخرى كذلك هي مجانية في هذا الموقع مثل سيبخيسيون دفون إزالة الخلفية غوم ماجيك إزالة عنصر من الصورة وترك العناصر الأخرى رو ديسان ماجيك تقوم بإعادة ترسم الحفاظ على الصورة كما هي ولكن إزالة بعض العناصر وتعويدها بعناصر أخرى داخل نفس الصورة ديسون في إيماج صورة باهتة أو غير واضحة تريد أن تجعلها أكثر وضوحا أغرون دير ليماج تريد جعل الصورة لديك صورة صغيرة تريد تكبيرها وليس تكبير حجمها وإنما إضافة عناصر من نفس مضمون عنصر الصورة الرئيسية هناك سياج AI بمعنى هناك ملابس معينة تريد شراءها من متجر إلكتروني معين عن بعد تريد أن تقوم بتجربتها بشكل افتراضي تعطي لهذا الموقع صورتك الكاملة للجسم كاملا فيقوم بإلباسك هذا اللباس وإعطائك الصورة حتى تختبر إن كان هذا اللباس سيكون لائقا عليك أو لا طبعا هذه أدوات رائعة جدا لكن ما يهم هنا هو جيني غائمة سنضغط ولإنتاج الصورة أو توليد صورة من خلال هذا الموقع لاحظوا معي إذن لإنتاج الصورة في هذا الموقع ستعطي الطلبية كما هي العادة سترسل إليه بالبرونت لكن لاحظ هنا عندما أضغط في هذا المتلة الصغير يعطيك هنا مجموعة إذا ما قمت باختيار ميكستير أوف أجنت سيقوم باختيار أربعة من بين أشهر نماذج توليد الصور بالدكاء الاصطناعي المتعرف عليها سيختار أربعة بشكل عشوائي ويقوم بإعطائك أربع صور بنفس البرومت التي أرسلتها إليه وأنت لك أن تختار فيما بعد أيهما يناسبك أكثر إذا كنت تريد اشتغال على نماذج معين من نماذج الدكاء الاصطناعي لتريد الصور يكفي أن تقوم باختياره مثلا جيميناي إيماج تري الذي ظهر مؤخرا تقوم بالضغط عليه الآن لن يرسل بالطلبية إلى باقي المواقع سيقوم باختيار أربعة صور لكن من نفس مع نفس الدكاء الاصطناعي هنا في حالة كنت تريد هنا إذا ما ضغطت ستجد مجموعة من الصور سيعطيك هنا مجموعة من الصور ويمكن لديك خاصية البحث تريد إنتاج صورة شبيهة لهذه الصورة يكفي الضغط عليها فستصبح موجودة هنا في نفس المكان تضيف إليها الطلبية التي تريد مثلا نفس الصورة صورة تقاربها وتضيف إليها عنصر آخر تزيل منها مثلا عنصر معين ثم ترسل بالطلبية فيقوم بإنتاج الصورة هنا أنفيت أوتوماتيك الطلبية التي أرسلتها لم تعطيك النتائج المطلوبة تقوم باختيار أوتوماتيك سيقوم هو بتحويل الطلبية الخاصة بك إلى طلبية احترافية ويعطيك صور رائعة جدا هنا ستايل تقوم باختيار ستايل أو تتركه أوتو هنا مجموعة من ستايلات وهنا الأسبريشيو أو الأبعاد الخاصة بالصورة تقوم بجعلها أوتوماتيكية أو تقوم باختيار أي بعد من الأبعاد الموجودة هنا أنا أفضل عادة البورد الموجود فيه على اليوتيوب 16 على 9 هنا سأتركها أو أتركها مثلا رياليستيك أو رياليزم هنا سأذهب سأرسل إليه بطلبية وأطلب منه أن يرسلها إلى جميع هذه النماذج الطلبية حتى باللغة العربية أنا سأرسل إليه بطلبية باللغة العربية مثلا مدرب فريق رياضي يعطي تعليمات لللاعبين في غرفة تبديل الملابس إذن أنا هنا طلبية الخاصة به مدرب فريق رياضي يعطي تعليمات لللاعبين في غرفة تبديل الملابس سنرى ما النتجة التي سنحصل عليها بالضغط على أنتر إذن كما قلت هو الآن قام بإرسال طلبية إلى فلاكس ديف فلاكس برو ألترا فلاكس وان رابيد وريكرافت فيرشن تري رائع جدا لاحظ معي أنه ببرومت باللغة العربية بسيط جدا تمكنت من حصول على هذه الصور الرائعة جدا والمذهشة لاحظ معي الآن أريد مثلا أن أجعل هذا البرومت أقوى وأضغط على أنفيت أوتوماتيك فسيقوم هو بتحويل حتى هنا لدي إمكانية استعمال أنفيت أوتوماتيك إيسي أنفيت أوتوماتيك سأضغط عليها سيبدأ الآن بإنتاج الصور لكن مع تحسين هذا البرومت وسيقوم بعملية تفكير تحسين جودة هذا البرومت ثم سيبدأ في إنتاج هذه الصور مرة أخرى لاحظ معي عملية تفكير شفافة أنه يقول لك فيما يفكر وكيف يفكر ثم في النهاية سيخلص إلى إنتاج هذه الصور الاحترافية لاحظ معي القوة الكبيرة في هذه الصور والتموضوعات المكان الذي يوجد به المدرب بالمقارنة مع اللاعبين والخلفية هناك اختلاف الصورة الأولى مع الصورة الثانية مع الثالثة مع الرابعة التي هي قيدة الإنجاز الآن إذن تأخر هذا الموقع في إنتاج هذه الصورة يبدو أن الطلب عليه شديد وكبير في هذا الوقت أقوم مثلا باختيار مثلا هذه الصورة لاحظوا معي ومن الصعب جدا أن تقول أن هذه الصورة تم إنتاجها بالدكال إصطناعي وكأنها صورة حقيقية لتحميلها يكفي الضغط على هذه الأيقونة هنا في الأسفل تليشارجي لماش في حال لم تكن معجبا بهذه الصورة يكفي الضغط على روميكسي فيقوم بإنتاجها أو إعطائك هنا نسخة أخرى معدلة لمثل هذه الصورة بالمناسبة هناك موقع إذا كان لديك مشكل في إنتاج أو كتابة البرومتات برومت الخاص بالصور أو بأشياء أخرى لديك مشكل في إنتاج الصور الطلبيات باللغة العربية طلبية الاحترافية تحدث يكفي أخذ أي طلبية بسيطة مثل هذه التي كتبتها هنا مع أنها كانت مفيدة في هذا الموقع لكن في مواقع أخرى ستحتاج إلى برومت احترافي للحصول على برومت احترافي باللغة العربية ستذهب إلى هذا الموقع ستجد الرابط دائما أسفل الفيديو في الوصف هذا الموقع بشكل مجاني ودون أن يطلب منك أي حتى تسجيل الدخول وهو موقع من مهندسين عرب نشكرهم عليه طبعا يكفي الضغط الذهب إلى هذا المكان لسق البرومت البسيط الطلبية البسيطة الخاصة بك ثم الضغط على توليد الأمر سيقوم بتوليد أمر احترافي باللغة العربية يمكنك ترجمته أيضا بلغة أخرى واستعماله على المواقع المتعددة التي تشتغل بالدكة الاستنائية لاحظوا إذن هذا هو الآن حصلنا على برومت احترافي سأضغط عليه أقوم بتحميله سنعود إلى الموقع الذي كنا نشتغل فيه موقع جينس بارك وأقوم بالضغط هنا وإعطائه البرومت الجديد البرومت الذي أنتجته من خلال الموقع الذي تقاصمتم معكم قبل قليل ثم أضغط حتى سأزيل ثم أضغط أنتر ولا أجمل ولا أرواح طبعا لاحظوا مع هذه الصور الاحترافي جدا كنتيجة لاستعمال برومت احترافي طبعا هذا مع مواقع متعددة لكن إذا أردت أربع صور من نفس الموقع سأضغط في هذا المكان أقوم باختيار مثلا Gemini Imagine 3 وأقوم بلسق نفس البرومت فنرى أن الصور الأربعة ستكون من نفس الموقع أنتر لاحظوا أن المواقع كلها أو الصور الأربعة من نفس الموقع لكن بأشكال مختلفة طبعا جميل رائع جدا لهذا قلت أن هذا الموقع دعوا عنكم جميع مواقع الدكاء الاصطناعي التي تقاصمتها معكم واركزوا على هذا الموقع لأن خدمته قوية جدا وشاملة في جميع المجالات قريبا حتى في توليد الفيديو موسيقى